اهلا بكم مشاهدينا الى برنامج الصحافة اليوم ونتناول فيها ابرز ما جاء في الصحافة المحلية وكذلك الدولية التي تطرقت الى مستجدات شأن اليمني اهلا بحضراتكم اولى جوالتنا في الصحافة اليوم من نيوز يمن والتي اوردت العناوين التالية في اليوم العالمي للمرأة يمنيات يحمل نهم توفير سبل العيش لأسرهن الجوف سقوطنا متوقع الصليب الاحمر مواجهة الجوف شردت عشرات الالاف من اليمنيين ميليشيا الحوثي توجه تهمة التخابر لرئيسة جامعة اهلية معتقلة وكانت خبر طالعتنا بالعناوين التالية القوات الحكومية تستعيد شمال وشرق خب والشعفة وتجدد المواجهات في المهاشمة بالجوفة استشهاد مواطنين اثنين بانفجار لغم ارضية في دريهمية تقرير اممي انهساء في اليمن يشكلن اكثر من نصف عدد النازحين خسائر حوثية بغارات جوية استهدفت مواقع لهم في مأرب والجوفة وكانت الثاني من ديسمبر اوردت العناوين التالية في خرق صارخة للهدنة الميليشيات الحوثية تحفر نفقا قرب نقطة الرقابة الثالثة بمدينة الحديدة خسائر فادحة وانتكاسات متتالية للميليشيات الحوثية في الحديدة ناطق المقاومة الوطنية المرأة اليمنية تدافع ببطولة عن مكتساباتها في وجه التخلف الحوثية عدن الغد طلعتنا بالعناوين التالية استمرار معاناة المواطنين من الغلاء في عدنة وغضب من ارتفاع سعر الروتي عن التصعيرة الرسمية اسماعيل انحياز الجريفث الواضح للحوثي يعقد الحل في اليمن اطفال اليمن اقود الحوثيين لتعزيز جبهة القتال اما الشرق الاوسط فقد طالعتنا بالعناوين التالية الحديدة في عهدة الحوثيين منصة مفخخة وتهديد للملاحة والتجارة الدولية الشرعية تندد بانتهاكة الجماعة وتدعو اولياء الامور الى حماية ابنائهم اطفال اليمن اقود الحوثيين لتعزيز جبهة القتال القمع العنوان الابرز لمعاناة اليمنيات في مناطق سيطرة الانقلابيين مشاهدنا الكرام سوف نتحدث في هذه الحلقة حول استعادة القوات الحكومية لخب والشعف وكذلك تجدد المواجهات في المهاشمة بالجوف سوف نتحدث عن دور القبائل وكذلك دور الحكومة الشرعية في المواجهات التي حصلت بالجوف سوف نتحدث ايضا هل سيناريو مأربة متوقع وكذلك سقوطها كما حصل في الجوف وايضا في عدة مناطق اذا مشاهدنا الكرام للحديث حول هذا الموضوع معي هنا في الاستوديو المحلل السياسي والخبير ايضا العسكري والاستراتيجي المقدم ركن اياسر صالح نذهب الى هذا الفاصل اهلا بحضراتكم مجددا البداية ارحب ضيفي في الاستوديو مقدم ركن اياسر صالح مساء الخير مساء النور كيف تكرى تجدد المواجهات في المهاشمة بالجوف وكذلك استعادة القوات الحكومية امس طبعا لخب والشعف حقيقة الامر المعارك في خب والشعف مستمرة منذ سقوط مديرية الحزم مركز المحافظة ومديرية الغيل توجه الحوثين مباشرة بعدها في اتجاه الشمال وفي اتجاه شرق الجوف في اتجاه مديرية خب والشعف وهي احد اكبر مديريات الجمهورية اليمنية وهي اكبر مديرية في محافظة الجوف تمتد على مساحة واسعة من محافظة الجوف توالت الارض التي تسقط بأيدي الحوثيين في هذه المنطقة الى ان وصلت بعد مواجهات المدة الثلاثة ايام في منطقة السليلة والمهاشمة واليتمة بالامس سيطر الحوثي صباحا او في وقت الظهيرة على سوق اليتمة كأننا قوس الخطر دق في اذهان القادة العسكرين هناك وادركوا ان المهمة قد تفلت من ايديهم ولن يستطيعوا بعدها مجارات الخيارات الحوثي في اختيار مسرح العمليات وفي اختيار زمان ومكان المعركة سارع الجميع الى اتخاذ بعض الاجراءات في عادة ترتيب القوات المتواجدة هناك وشنوا هجوم معاكس مساء امس تكلل بالنصر المؤكد بالذات بعد دخول الطيران الهل المسلح بالاباتشي في جو المعركة واستطاع عن يوقع الضربات وخسائر كبيرة جدا في الميليشيا الحوثية تمكن بعدها ابطال الجيش والقبائل من استعادة اليتمة باكملها والتوجه جنوبا وغربا في اتجاه الجبال السليلة الذي سيطروا على معظم السلسلة الجبالية المسمية بالسليلة وبإضافة الى المعارك تدور الان في الوقت الذي اتحدث معك في اجزاء من المهاشمة بعد ان تم تحرير اجزاء كبيرة منها اضافة الى انهم توجهوا غربا الى مناطق لم تكن تسيطر عليها القوات الحكومية من سابق واستطاعوا تحقيق فيها اهداف مثل المضباع ومدرك ودائب وعديد من المواقع الاكثر اهمية حقيقة هو استعادة معسكر الخنجر واستعادة الخط الرابط ما بين مارب واليتمة الذي تم خلال الساعات القليلة الماضية بقيادة اللواء السابع حرس حدود بقيادة العميد خالد خرصان تمكنوا من استعادة هذا الخط بالتالي نضمن وصول الامدادات والتعزيزات من محافظة مارب الى اليتمة ومنها تستمر العمليات القتالية برأيك كيف كانت ادارة المعركة ما بين هنا القوات الحكومية وكذلك دور القبائل هناك الان الكثير يتوقع سقوط لمارب كما حصل في الجوف يعني تكرر نفس السيناريو من هنا من الناحية العسكرية كيف تقرأ الوضع؟ حقيقة الامر كل شيء وارد في الحرب لا يوجد شيء أو سيناريو غير وارد لذلك القادة العسكريين عندما يضعون الخطط العسكرية يضع أسوأ الاحتمالات وبالتالي أيضا في خططه العسكرية يضع ثلاثة احتمالات ممكن أن يتغير فيها قراره العسكري وقراره العسكري يضع أيضا ثلاثة قرارات قرار رئيسي وقرارين بديلين لمواجهة أي أحداث جديدة أثناء المعركة أو أي ظروف تواجهه لا تجري حسب وفق الخطة الأولى والخطة ألف فبالتالي الاستمرار في بقاء القوات داخل مارب وانتظار الحوثيين حتى الوصول إليهم أنا في اعتقادي أنه خيار أسوأ خيار ممكن أن يتخذه قائد عسكري المنطقة إذا ما تمت محاصرة مارب فسيتم الهجوم عليها من ثلاثة اتجاهات من اتجاه الجنوب ومن اتجاه الشمال ومن اتجاه الغرب فبالتالي ستكون عرضة للسقوط أكثر من أي وقت مضى لكن أنا في اعتقادي أن السيناريو العسكري لا يمضي في هذا الاتجاه أتوقع ومن وجهة نظري أن الانتظار هو جريمة بكل ما تعنيها الكلمة وإذا ما أرادوا للنصر أن يتحقق الذي يجري الآن في خب والشعف فيجب أيضا أن يتحرك محور هجوم آخر من اتجاه مارب في اتجاه مفرق الجوف وفي اتجاه الحزم إذا ما نجح هذا المحور في اختراق مجزر وبعد المرور برغوان والصفراء وصولا في اتجاه مديرية الحزم ستكون كل القوات هذه المتواجدة في خب والشعف تحت رحمة القوات التي ستنفذ هذا الاختراق الذي يجب أن يتم بشتى الوسائل ويجب أن يتحرك هذا المحور وأن يأخذ القادة بعين الاعتبار أن الالتفاف على القوات المتواجدة في صحراء خب والشعف هو الخيار الأمثل لأنها ستكون صاقطة بالتقادم ولا حاجة لمزيد من المعارك التي تدور هناك اختصارا للطرق اختصارا للزمن اختصارا للمهام وللتضحيات الجسام الذي تستحق الجوف وغيرها وكل محافظات الجمهورية وكل شبر من الجمهور اليمني من أجل التضحي نعم برأيك كان هناك السقوط متوقع للجوف كما حصل لغيرها من المناطق برأيك هل كان هناك تقصير من الجانب الحكومة الشرعية في إمداد المقاتلين في وضع الخطط كذلك الاستراتيجية أم أنه تم تسليم هذه المناطق أنا أميل وأتجه في اتجاه الرأي الأول الذي تحدثتي فيه وهو أن هناك تقصير كان موجود في التكتيكات العسكرية وكثير من القادة العسكريين صرحوا بهذا التصريح وكنت قلتها حينها قبل أن تظهر هذه التصريح أن قلة التدبير وعدم وجود تكتيكات عسكرية هو ما جعل جبهة الجوف تسقط بأيدي الميليشيات الحوثية هناك معارك توسعت ولم يكن في الحسبان أن تتوسع إلى جبهة أكثر من 120 كيلو فبالتالي القيادة الموجودة الغير عسكرية رغم صمودها ورغم شجاعتها ورغم أنهم قدموا كل ما بأيديهم من إمكانيات بصمود استمر لأكثر من 45 يوم لهم الشكر الجزيل أنا لا أشكك فيهم ولا أقلل من أهميتهم الفضل لهم في هذا الصمود ولكن كما قلت أن الجبهة امتدت إلى أكثر من 120 كيلو اضطروا أن يستخدموا وحدات النسق الثاني في وحدات النسق الأول دفاعيا والدفاع بنسق واحد من محاذير التكتيك العسكري لم تكن هناك وحدات نوعية قادرة على عملية صد نوعية وإضافة إلى ذلك أن يكون هذه الخطوط الدفاعية خطوط محصنة وليست دفاع على عجل كما كان الوضع القائم حتى يصعب على المهاجم اختراقها ولكن للأسف كانت خطوط دفاعية ليست محصنة ولا مجهزة مسبقا وكان الدفاع فيها بنسق واحد وهو ما أحدث اختراق في إحدى الجبهات المتمثلة بالغيل ومن ثم تم خيانة من بعض القبائل المنتمية هاشميا من آل الشريف في الغيل والانقضاض على الوحدات المتواجدة في جنوب الغيل من داخل مدينة الغيل هو ما جعل القيادة العسكرية أن تعطي أوامر للقوات التي كانت موجودة في المصلوب وفي المتونة التي كانت تحقق انتصارات وكان وضعها العسكري جيد جدا ولكن سقوط الغيل كان ممكن أن يعرضها للخطر والالتفاف عليها وتكون بحكم السقوط فلو كان هناك أنساق أخرى كان بالإمكان تصفية الغيل وتبقى القوات كما هي موجودة في المتونة والمصلوب هذا ما جعل القوات الموجودة في المتونة والمصلوب الانسحاب إلى الحزم ومن ثم إلى شرق الحزم نعم يبقى معي ياسر صالح الآن شاهدين الكرام نذهب لمتابعة هذا المقال استقلم مأرب هذا عنوانه الكاتب حسين أو جمال لقم نتابع جريفث يسعى لتحقيق أي شيء وأي اتفاقيات ولو كانتها الشاه المهم أن يثبت أنه قد نجح في مهمته ولو باليسير ويبدو أن الرجل يستغل ضعف الحكومة وفسادها وسعيها للمحافظة على البقاء وبذلك يتحرك دون عرقيل أو ضغوط متخطيا حتى على القرارات الأممية السابقة الصادرة بشأن الوضع في اليمن كلنا يعلم بنتائج اتفاق السوك هولم بالشأن الحديدة فقد تم دون شروط أو ضمانات أو حتى مجرد الحديث أو الإشارة للقرارات الأممية السابقة والأدهى من ذلك أنه يعد اعترافا صريحا بالحوثيين أمميا ومن الحكومة الشرعية والتي قبلت الاتفاق ووقعته أمام العالم أجمع وموثقة لدى الأمم المتحدة وبذلك فالحكومة هي أول ناسفين لمرجعيات الثلاث عللت الحكومة اليمنية بشأن تنازلاتها في اتفاق السوك هولم أن ذلك إنما ينبع من حرصها على حياة المواطن في الحديدة وسلامته وتجنيب المحافظة للخسائر المادية والبشرية والبنية التحتية مع أن أي من ذلك لم يحدث منذ التوقيع على الاتفاقية حتى اليوم الواقع يقول أن هناك جهات متنفذة داخل الحكومة ولم يكن همها حياة المواطن الحديدي ولا يهمها أن تتنازل سياسيا للميليشيات ولا يهمها تضحيات المقاومة والشهداء والدماء التي نزفت في سبيل مقاومة الميليشيات والمد الرافضي بقدر ما يهمها تحقيق مكاسب سياسية تخدم أهداف أحزابها فقط والدليل على ذلك أن الشرعية الحكومية تحشد قوات على تخوم عدن لإخحامها والقضايا على المجلس الانتقالي ولا تفكر أو يهمها حياة المواطن في عدن أو تدمير بنيتها وعلى الرغم من توقيع اتفاقية الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي إلا أن ذلك الاتفاق بمقياس الاختار الإخواني إنما كان يخدم مصالح الإمارات وحلفائها كانت المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وقوات العمالقة الجنوبية على بعد أمتار من بوابات ميناء الحديدة وكانت قاب قوسيني أو أدنى من القضايا على أهم موارد اقتصادية وعسكرية تغذي الميليشيات ويطول من بقائها والسمراريتها إلا أن ذلك لم يكن متوافقاً مع أجندات وأهداف الدول الإقليمية التي تدعم جهات متنفذة داخل حكومة الشرعية فقطر دولة داعمة للحوثيين ولحزب الإصلاح وبالتالي كان من الضروري وقف تقدم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وقوات العمالقة الجنوبية التي تدعمها دولة الإمارات والمجلس الانتقالي لذا صارعت الحكومة التي يهيمن عليها الإخوان لتوقيع اتفاق ستوكولم وبالتالي وقف جماح الإمارات حتى لا تقضي على امتيازات وكلاء قطر الإخوان والحوثيون السعودية بعد خروج الإمارات يبدو أنها أدركت التناغم والتنسيق الإخواني الحوثي لذا دعمت تكوين قوة بعيدة عن النفوذ الإخواني يقودها المؤتمر الصغير بن عزيز كما استدعى الطارق عفاش للتشاور معه في الرياضة كما دعمت توقيع اتفاق الرياض كل ذلك بغرض توجيه كل الجهود باتجاه الضغط على الحوثيين لكن ذلك كان معارضا لأهداف محور قطر تركيا إيران مما يستوجب مقاومته وبالتالي حصلت الانسحابات والأحداث الدراماتيكية في نهم والجوف كما أسلفت مسبقا فغريفث يسعى لتحقيق أي نجاح بغض النظر عن كميته ونوعه وخلال مجريات أحداث نهم والجوف كان غريفث متواجدا في صنعاء ثم أعقب ذلك لقاء بالحضرمي وزير الخارجية ثم توجه إلى مارب دون أن يلتقي بالرئيس هادي كانت تلك بوادر لتلقيه إشارة خضراء من الممكن أن تودية إلى إبرام اتفاق مماثل لاتفاق السوكولم بشأن الحديدة وبالتالي وقف جماح السعودية وأي قوات تشاركها في تحريك الجمود والتحرك باتجاه صنعاء ستسعى السعودية للحيلولة دون إبرام أي اتفاق بين الحكومة والحوثيين بشأن مارب لكن بالمقابل سيسعى الإخوان للحصول على تنازلات استراتيجية من السعودية وبالذات فيما يخص الجنوب والمجلس الانتقالي حال إبرام اتفاق في مارب شبيه باتفاق السوكولم بشأن الحديدة يعد الجنوبيون هم الجهة الخاسرة والمستهدفة من الاتفاق فضمنيا يعني عقد هدنة طويلة ومريحة والاتجاه لتقسيم المصالح المشتركة في الجنوب وحال فشل جريفث في إبرام أي اتفاق وبتدخل وضغط سعودي فالأكيد أن هناك تنازلة سعودية قدمتها وبالذات فيما يخص الجنوب وهذا يعني أن الجنوبيين هم الجهة الخاسرة أيضا متى سيصحى الجنوبيون ليكونوا لاعبين وليس أوراق وكرات تتقاذف وأقدام آياد هؤلاء إذن تابعنا مشاهدينا الكرام هذا المقال لجمال لكم أعود مرة ثانية إلى ضيفي في الاستيديو ياسر صالح سيطة المقدم بالنسبة لدور جريفث الآن في مأرب كانت زيارة أعتبرها الجانب الحكومي أنها استفزازية وغير راضية عنها وصرحوا بذلك أيضا الجانب الحكومي هنا دعوة جريفث لعدم التصعيد لم يحدد بينها جهة برأيك لماذا لم يوجه هذا الكلام أو عدم التصعيد للجانب المليشيات الحوثية التي تقوم بالتصعيد وتقوم أيضا بالانتهاكات المستمرة هو لن يوجه هذا الخطاب للمليشيات الحوثية لأن المليشيات الحوثية في وضع القوة فبالتالي لن يوجه لها الخطاب وهو يدرك تماما أنه يريد أن يوقف أي استعادة أو أي عادة ترتيب لصفوف القوات الجيش الوطني أو المقاومة الموجودة هناك أو أي طرف سياسي بالإمكان أن يهزم المليشيات الحوثية للأسف المقال أخذ منح آخر في نهاياته وكأنه كل من يغني على ليله وكأننا أمام أطراف ممزقة ومحاولة تمزيق الممزق ومحاولة اللعب على أوتار ليست واقعية ولا تمت إلى الواقع في صلة بعيدا عن هذا الحديث عودة لغريفت غريفت زيارة أولى لمحافظة مارب محاولة أن يستغل حالة الارتباكة التي كانت موجودة وواضحة ولا يمكن أن ننكرها في مارب محاولة إلى وصول اتفاق كأستوكهلم سيعتبر أيضا رصيد نضالي بالنسبة له ولمهمته داخل اليمن ويستطيع حينها أن يحيد جميع الجبهات وأن تصل إلى أي تسوية سياسية والمؤكد أنها ستكون في المقام الأول لصالح الحوثي لكن شتان ما بين ذلك وما بين ما يريد لأن هناك إدراك مطلق بأن إذا كان الجميع أصبح يعترف جازما بأن توقيف معركة الحديدة كانت خطأ استراتيجي فالوقوع في خطأ آخر هو خيانة إذا كان الأول خطأ أما الثاني فهو عمدا وخيانة فبالتالي لا أتوقع أن يتم مثل هذا الأمر كلما يجب أن يقول الآخرين أن ليس هناك موقف صارم أمام تصاريح غريفت أو أمام تحركاته للأسف الجميع يتعامل معه دبلوماسيين وكأنه جزء من علاقات مصالح مشتركة دون الأخذ بالاعتبار على أن ما يساومون عليه هو وطن فبالتالي لا يمكن أن يقبل بأنصاف الحلول ولا يمكن أن يقبل بأن يظل اليمن ممزقا أو أن تظل الوضع في اليمن لا يقود إلى أمل واضح وجلي أمام الناس أسوأ من فقدان شيء نفسه هو البقاء على أمل استعادته فبالتالي الشعب اليوم ينتظر استعادة الدولة ينتظر عودة اليمن فبالتالي أنا أعتقد انتظاره طويلا هو ما يخدم الميليشيا الحوثية ويوجد له حاضنة كأمر واقع فبالتالي الرضوخ لمثل هذه المكترحات وهذه الأطروحات التي يضعها غريفت وأصلا لم يكن الكلام في ميول غريفت في اتجاه الميليشيا الحوثية أصبح استوانة مكررة ولم يعد أحد يشك في ذلك أصلا باتح حقيقة واقعة ولاحظنا أيضا للأسف أن ضم إليه رئيس لجنة عادة الانتشار جوها في البيان الذي أطلقه بالأمس بيان يعني صارخ وكأنه يقول لا لأي معارك تكون داخل الحديدة تمس الميليشيا الحوثية ولكن لا مانع بأن الحوثي يهاجم نقاط المراقبة وأن يحفر الخنادق وأن يهاجم حيس وأن يهاجم الجراحي وأن يهاجم الفازة وأن يهاجم الجبلية وأن يهاجم الدريهمي وأن يحاصر الناس في الدريهمي لا مانع أن يقوم بهذا كله لكن أي عملية جوية تستهدف الأمن والسلم الدولي الذي كان مهدد عبر الزوارق المفخخة فذلك يعتبره اختراقا وتصعيدا للأسف الرهان على هذا المنوال وعلى هذا الخط المجتمع الدولي والأمم المتحدة أعتقد أنه رهان خاسر عليهم أن ينظروا في طريقة أخرى برأيك هل كان الدور الجانب هنا الحكومي أو نقول التيارات المتباينة في الجانب الحكومي هي التي سامت في إسقاط المناطق بيد الميليشية الحوثية؟ لا شك أن البيت المكون للجماعات أو المكونات المناهضة للميليشية الحوثية ليس في أفضل حال هناك كثير من المشاريع الضيئة ظهرت على السطح سواء هنا أو هناك لا يوجد للأسف مكون واحد خال من الخطأ وإنما أخطاء متفاوتة ما بين جسيمة وفادحة حتى لا يمكن أن يقال بأن ما يحدث أنها أخطاء ممكن مصلحة سياسية أو مصلحة حزبية هذه أخطاء قاتلة تقتل اليمن كل يوم للأسف الشديد هناك جسد يتآكل فيما بينه نحن نتكلم عن أن هناك الأحداث التي حدثت في عدن وفي أبيان أخذت جزء كبير من القوات المسلحة ما زالت متواجدة في شبوة بينما كانت هي أحقبها لو كانت موجودة في اتجاه نهم وفي اتجاه الجوف لما حدث ذلك ولكن أيضا ليس هناك مبرر للعملية التي تحدث أيضا من الطرف الآخر محاولة لخلط المشهد ومحاولة تغيير المشهد إذن يجب أن تزول كل هذه النتوءات الشادة عن الجسد اليمني عن الهدف الاستراتيجي وهو مواجهة الحوثي حينها تستطيع أن تقول أن المشهد العسكري سيكون في صالح الشرعية ومن يدور في فلكها المناهض للمليشيا الحوثية نعم برأيك أمس كان هناك تدخل من طيران الأباتشي الإماراتي في طبعا التقدم الذي حصل واستعادت خب والشعف وكذلك المهاشمة برأيك هذا العودة لطيران الأباتشي وكذلك غيابه أيضا قبل ذلك هو هنا المقياس في نقول الانسحابات التي تقوم بها طبعا القوات الحكومية خوفا من ضربات المليشية الحوثية وكذلك أيضا العودة هنا كان لها مقياس آخر في برسم الطيران سؤال في محله أولا الطيران لم يثبت إن كان إماراتيا أو سعوديا ولكن لا يهمنا أي نوع الطيران فعلا الجبهة كانت بحاجة ماسة لطيران الهلة المسلح الأباتشي الأباتشي في هكذا طبيعة جغرافية كلها الكلمة الطولة واليد الطولة في إدارة المعركة حقيقة بطريقة أسهل بكثير لقوات المشاهة المتواجدة على الأرض لا شك غياب الطيران أو عدم وجود كثافة الطيران في المراحل السابقة كان أيضا أحد أسباب سقوط المناطق بيد الميليشية الحوثية ولكن في اعتقادي أن وجود الطيران بشكل دائم أيضا أمر غير ممكن الطيران يجب أن يكون له تدخل حاسم في لحظات حاسمة سواء هجوميا أو دفاعيا ويجب أن يغطي مهام الطيران هذه هي وحدات المدفعية التي للأسف تفتقر إليها قوات الجيش الوطني ولا يوجد إدارة صحيحة للنيران المدفعية بدون المدفعية وبدون الطيران لا يمكن أي قوات هجوم أن تحقق انتصار حاسم وسريع في أعمالها الهجومية على الأرض فبالتالي لا شك أن تدخل الأباتشي أو قع ضربات جسيمة في الميليشية الحوثية سيربق حساباتها تماما وإذا ما استمر هذا التدخل وهذا الوجود لطيران الأباتشي فأقولها وبصريحة العبارة خلال أيام ستكون في المتون وفي المصلوب وفي الغيل وفي جباليام وفي كل المناطق إذا ما تدخل الطيران بشكل كثيف إضافة إلى خطة عسكرية واضحة على الأرض وقوام قوات برية متواجد على الأرض يفي بالمساحة أنت تتوقع هذا الكلام أم لديك معلومات أفضل هل أنت تتوقع هذا الكلام أم لديك معلومات أصلا وصول الحوثي إلى اليتمة وإلى حدود نجران أعتقد أنه خط أحمر أمام التحالف العربي وأمام المملكة العربية السعودية وكان لابد من تدخل قوي أيضا التصريحات لرئيس هيئة الأركان تحدث سابقا أنه يتم إعادة ترتيب أوراق عسكرية وإعادة خطط القيام بهجوم حاسم واستعادة كل ما تم خسرانه فبالتالي كل القرائن تقول أن هناك عمليات هجومية قادمة عليها هل يكون الأباطشي حاضرا حتى استعادت على الأقل المناطق التي تم السيطرة عليها الحوثي مؤخرا وبالتالي النظر في المهام العسكرية التالية إذا كان موجودا فسيكون هناك سقوط سريع واستعادة أسرع للمواقع بيد الجيش الوطني والقبائل والمقاومة الشعبية بأكملها إذا لم يكن موجود أيضا إذا كان هناك خطط عسكرية تبني على معلومات حقيقية وعلى وسائل وإمكانيات بعد المقارنة مع الوسائل والإمكانية المتاحة لدى الحوثي ووضع المعايير التكتيكية في الحسبان سيكون هناك أيضا انتصار بإذن الله ومن نصر لا من عند الله نعم إذا أنت تتوقع أن هناك عودة الكرة إلى الجبهات وتكون هناك في استعادة المناطق واختلفها في الجوف لا شك أي حديث عن توقف العمليات العسكرية في الجوف هو يحكم على مارب بالسقوط ويحكم على حضرموت بأن تكون عرضة لهجوم الحوثي ويحكم على شبوة والبيضة بأن يكون هناك هجوم وشيك ولكن قبل البيضة وقبل شبوة وقبل حضرموت سيحكم على الحديدة بهجوم لمليشيا الحوثي سيحاول أن يستجمع جميع قواه التي سيتفرغ لها من محافظة الجوف ومن محافظة مارب والتوجه في اتجاه الساحل الغربي بكل ثقله ليحاول استعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه على الأقل قبل 2015 وبالتالي حينها ستكون المعادلة السياسية لا تخدم أي مكون من المكونات السياسية الحاضرة التي تقاتل بعضها بعضا للأسف والتي أيضا تسعى في اتجاه معارك عبثية جانبية لا تخدم المصلحة الوطنية العليا حينها جميعهم سيكونوا في مهبل الريح وسيكونوا في مزبلة التاريخ لا محالة نعم المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي المقدم ركن ياسر صالح شكرا جزيلا لك وأشكركم أيضا مشاهدين الأكارم لحسن المتابعة وحتى الملتقى أترككم في أمان الله وحسن عنايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة